ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا وأحبها إليه سبحانه ولكي يفوز الذاكر بثوابه فعليه أن يتحلى بآداب الذكر ومنها الإخلاص فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وأن يكون قلبه غير غافل فالمراد من الذكر حضور القلب فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيتدبر ما يذكر ويتعقل معناه فإن الذكر بالقلب يثمر معرفة الله ومحبته وخشيته وفعل الطاعات وترك المعاصي والذكر باللسان وحده لا يعطي هذه الثمرات ومن آداب الذكر استحضار معية الله وقربه من الذاكرين قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني وأن يستشعر المنزلة العالية التي يتبوأها الذاكر لله حين يذكره ربه في الملأ الأعلى قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وأن يخفض صوته بالذكر فإنه أقرب إلى الإخلاص والخشوع قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأن يكون على طهارة وأن يتبع القرآن والسنة ولا يأتي بأذكار مبتدعة فقد عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وما قيد من الأذكار بعدد كعشر أو وقت كالصباح والمساء أو حال كدخول المسجد فليلتزم به وما ورد مطلقا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل فليكثر منه في كل الأوقات فأكثر من ذكر الله في كل الأحوال تنى المغفرة الله وثوابه العظيم قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما